بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد أمين سفر التكوين إصحاح ثلاثة هاخد النهاردة آية عشرين ودعا آدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي مجدا للسلوس الأقدس الحقيقة يعني ممكن تسأل نفسك عزيزي مشاهد وممكن كل إنسان فينا يكون سأل نفسه إيه أجمل حاجة أبونا آدم قالها أو إيه أحلى تصرف أبونا آدم اتصرفه لغاية الإصحاح اللي إحنا فيه اللي الإجابة على السؤال ده أو السؤالين دول أقول الآية واضحة ودعا آدم اسم امرأته أم كل حي اسمها حواء سماها حواء لأنها أم كل حي والحقيقة إن الآية دي بعد الخطيئة بعد كمان العقاب للحية وللمرأة وللرجل وللأرض بعد العقوبات دي كلها أبونا آدم سمى امرأته حواء أنا بعتبر إن ده أجمل شيء ممكن الواحد يتصوره من أبونا آدم مع إن ممكن تقولي أبونا آدم قال إنها الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي وإنها تضع امرأة لأنها من امرأ أخذت لكن الحقيقة بعد الخطيئة كان المتوقع إن يسميها أم كل ميت لأن خلاص بسبب الخطيئة أصبح كل نسلها هيجي أموات إنما ليه المرة دي بقول ده أحلى تصرف وأحلى كلام أبونا آدم عمله وقاله علشان هو شايف نظرة مستقبلية إن من نسل المرأة هيجي اللي هيصحق رأس الحية وهيخلي كل اللي يؤمن به بعد كده أحياء اللي هو الرب يسوع المسيح علشان كده لما دع أدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي لا تصير الدهشة إنه المفروض يسميها أم كل ميت لكن هو شايف الرب يسوع بعين الانتظار أشوفكم في حلقة جديدة ولربنا المجد دائما أبديا أمين